هاي أنا هلأ بعنم خلصة تصوير مع رايان رايان شخص شو بده الواحد يحكي عنه سيتنا موخ حدا كتير طيوب كتير مهدوم حلقته بتعقد قطعت ساعة هلأ عم بيقلي انه خلصت بعد بده احكي يعني خليني احكي اشيه يمكن ولا مرة حكيتها كنت كتير سبنتانيوس بكل شي حكيته كنت كتير أنا اللي فكرت في قلته سو ان شاء الله الحلقة تعجبكن وما تنسوا تحضروها ميروا رايان بيناتنا وبكل سراحة ميروا مبسوطة اليوم بحياته كتير ما بتصور في شخص توتلي مبسوط يعني دايما نقطع بأبسان داونس بالحيات مش لانو نحنا الناس بتشوفنا على الشاشة او حياتنا يمكن هيكي بتفرق عن الناس اللي عندها شغلة اللغوتين تبعه يعني نحنا مبسوطين كتير وعيشين بغير دنيا لا هي مومنت لحظات بتبقى مبسوط فيون كتير ولحظات بتبقى زعلان كتير لحظات بتبقى مدبرس كتير لحظات بس اهم الشي انو الواحد يرجع دايما هيكي يضل قوي متل ما بيقوله ويشوف دايما القوطة منه ودايما يقول كتير خير على كل شي يعني حت حاله محل العالم مش العالم الاعلى او العالم اللي عنده اكتر او العالم السكسسفل اكتر العالم بالعكس اللي ما عنده لشانس اللي انت عندك ايها فهون بتير قناعة بترجع بتقول الحمدل على كل شي ولا ايهاف تو بي سترونج وليزم اجع وقف عشرية وكفة لانو ها الحياتيك يعني هلا عادة بيسال دايما نتجوفي كيف كانت الطفولتهم بس تسمحيلي انا اتوقع كيف كانت طفولتك يا الله هلا لاني كريبسة روز وهيكي انا بعتقد انه طفولتك كانت مثل باربي كتير حلوة سلحيلي ازا غلطة مية بالمية معك حق عفكرة البينك اللوني المفضل من اول ما خلقت يعني بعني الهلا ما تغيرت حتى قلت فيها بينك وكل شي كل شي عند فيه بينك لا طفولتك كانت كتير حلوة ويرات فينا نرجع لها بس ما لغز ما على حياتة بتقرب لقد ما بترجع لورا للأسف عاشت طفولة ابانوي كنت كتير كان عند كتير اصحاب اصحاب بتذكر اذا ما نحكي عن فرنسا أو لبنان او نخلطهم مع بعض انت طفولتك ايه بتذكر كتير هيك اصاس بفرنسا مثلا بتذكر كتير البيكنيك اللي كنا نروح نعملون هوني كي في كتير بي فرنسا محلات يعني فيه طبيعة كتير حلوة كنا عنا دايما نغوطين نروح نعمل بيكنيك اهلي يضايعوني يليقوني على الشجرة مع اصحابي نلعب بسكت نلعب فوتبول نسباح اشي هيك بسيطة وبريئة اذا بدك او كنت كتير مغنجة لانو انا اول اول ببيبي بالعائلة والبنت الوحيدة وبعدنا الاهلة يعني ما في بنات بالعائلة عندنا فكنت كتير مغنجة كنت عم باخد حنان من الكل يعني ديسبسيون يمكن ديسبسيون بالحب طب اول مرة انت عم تحس شي جديد ومغروم وهكي وبعدانا بتترك فهيدا كانت انو انتهت الدنيا يعني خلاص تقشع اسود ما بتعود تقشع شي يمكن هول القصص يعني في شخص كتير قريب مني ما كنت كتير تشوفي فيك تقول لنا مين شخص قريب مني ما كنت شوفه كتير بالعائلة اه مايداد يمكن ايه بيه بيه ما كنت شوفه كتير كنت شوفه تقريبا ايه شي مرتين ثلاثة بالسنة وبعده بتذكر له هلا كان كل ما يدقلي هلا كانت صغيرة قبل 13 عم نحكي اوكي تفولتي فكان كل ما يدقل له هاي باب شو جيب لي كدويات على البيت ما في انو اي ميسيو اي متى جاية اه ما شي انو شو جيب كدويات على البيت فهيدا كل مرة يعني بيذكرني فيها تذكر لما كنت كل ما دقلك بدل ما تقولي ليش تقتلك بحبك كنت تشوف شو جيب لي كصص ايه باية ما كنت شوفه كتير كنت اكتر مع امي نحنا انا خلقت بفرنسا وعشت هونيكي رجعنا على لبنان ورجعنا على لبنان لانو امي تخيل امي فرنسوية فرنسوية يعني فرنسوية ايطالية بلج يعني ما خاصة بلبنان فساربايا بدوينا نعيش بفرنسا وامي لا بدأت لجي تعيش بلبنان فاوتوماتيكي مارجينا لهوني وعشت انا ومي مام يعني كنت تحس انو اذا عايزة سند ويالديك موجود او كنت تلجأ على اخيك اخيك كان كثير صغير انا اخوات اخي صغير اخيك اصغر مني بتسع سنين مع انو هو بس يشوفونا سوا بيسألونا اذا نحنا توم انا ويامش مع ايامش ايه بيات اكبر من عمره هلا جول وستاني في خمس سنين بينه وبينه كانوا صغار يعني ما فيه كنت لقل ارجع لماي مام واساس اذا بدك اكتر لانو بالادوليسانس كمان ما كتير الواحد بيبقى كل شي بيخبر اهله هلا انا كنت كل شي تقريبا نخبر بس بدال عندك اشياء كنت ارجع لاصحابي كنت عندك كتير اصحاب اصحابي بالمدرسة يلي كنت اعتبرهم مثل اخواتي يعني بوقتها يعني بعدين فيه كم حدا منهم تبين انه لا انا كنت يعني نعمية شوية الداولاتك اللي عبيت دور الام والبي ايه كانت ثلاثنان كانت ثلاثنان يعني حتى هي كانت توصلنا على المدرسة هي انا كنت اعمل كتير اكتيفيتيز كنت اعمل كل انواع سبور يعني شو بيخطر عبالك يعني من اكي تاسيون حتى فترة عملت جودو واعرف لي وكتعمل بيانو كتعمل كل هو الاصحابية كنت توصلني علي هون وكتير هي كانت دعم كتير كبير لالي يعني و مابعث إذا أريد أن أخرج في عمر 14 سنة أو أصبح الأسئلة لا أعرف ما أحضر لي لما أصبح عمري 14 سنة أشتاء هنا يعني أنا قبل كنت إذا أريدك كثيراً طفلة من بنت ما يهم غير سبار و بيسيكلات وهيك يعني ألعب لالكترونة فرقة إذا أريدك 180 درجة وهو كان بالبرتميلو أنا وكانوا عم بوضعوا بروشورة أنا كنت دائماً إنه حتى لو كان سبورتيفوه كان دائماً حط فاشن تيفي هكي بحب الأساس الفاشن كنت حب إنه كون من كان فبلاي إنه فيه كمبتيسيون كان اسمها بيوتي نايت بوقتها وهي كانت من أهم الكمبتيسيون اللي كانوا يعملوها من بعد أكيد مسليبا وأنا كنت حداً كثير بيستحق يعني إذا بتللي هاي بحمر بخضار ما بعرف كيف جاوب ما بعرف كيف جاوب وعندما أصحابي شافوا هيد البغوشورة وكلهم صاروا إنه يعني هني حماسوني إنه أنا اشترك ما بعرف كيف رحت يعني ما كنت ما بعرف عمشي بكعب أنا بتفركش بإجرائي كنت حسناً كنت كنت تبين دايماً أكبر من عمري بكتير يمكن من وراء طولي مزبوط إنه من وراء رجعتكم على لبنان روحتي فرصة كبيرة عليك ماذا؟ ايه، وصلت لك عليها، بس هيدا من بعد رح قطع كثير على السريع بس ما متذكر في كل سؤال قبل بس. أيوي اللي كنت عم بقلك يه انه هون لما فطت على بيوتي نايت، هيدا كانت أول مرة يعني ما بينما تغيرت أهدا يعني صرت من حدا بقيت أنه أكيد حب الأكيفيتي وصبار وكل شي بس ألبيتي على إذا بدك أكام أكثر، يعني واحد صغيرة بس إنه ومن بيوتي نايت أنا فتت على الموديلينج. الكاريري بالموديلينج بلشت من أنا وعمري 15 عام لأنه أنا ربحت وقتها ومن هوني بعدين إيجيني أنا أفغ كثير كبيرة وان أي وزي 17 إني أمضي مع إليت باريس وهيدا كان حلم لإليه حلم حيوج يعني حلم كل الموديلز أنا يكونوا أساً مع إليت وفي وقتها نتبه رايان بوقتها ما كان في سوشال ميديا يعني بوقتها أنه كل شي كنا نشوفه على التيفي كان بالنسبة لإلينا كثير كبير يعني ما كانت هالقد هين الشغلة إذا بدك فورفضت رفضت لأنه ما كان بردي أترك أمي يعني أمي بالنسبة لإليها اجت على لبنان وضحت كثير كرمالنا وبقيت لحال يعني كل عائلتها في فرنسا كل أخويتها في فرنسا كل شي ما عندها حدا هون كرمال نحن بالنسبة لإلي أنه المدارس هون ستركت أكتر وهيكي فورب باتر فيوتشر ألا ما بعرف إذا صبتها مضبوط بس إنه هيك فكرتي بوقتها سو ما كان بدي أنا أترك أوفل وعيش واحدة فعيدا اللي صار دحيت كرمال ولدك وأكيد هي دحيت كثير كرمال لك ايه أكيد يعني بالنهاية ما في أغلى من الأهل عن جد يعني هن اللي بحبوك بلا مقابل يعني بلن بحبوك فعلا لأنه بحبوك بكل حالاتك حتى بيصير فيه خئناءات أوقات بينك وبين أهلك تقوم بحبوك بشكل حالاتك لكن هؤلاء القصص لا يؤثروا على الحب داخلك يعني لا تجد الحب لا تجد إليه ولا محل آخر يعني إذا بديك تتلعي بالكاميرا وتوجهي لرسالة لأولادتك ماذا تقول لي إليه؟ إذا واجهت لك كذا مرة كثير وكل يوم بقال لي ما تريد لك؟ ستكون سعيد اليوم وأنت تعرف لاش إذا كنت تعلمت بأنني، أن شعرت أني أحبك وأنت حياتي كلها وحتى لأوقاتي منزعل عن بعض أحسس صغيرة ولكن أنا مسؤلية أني يزعلني تبساً أحباً، انت جداً ولكن قدر يستطيع خلقكم بعض شكرا، شكرا، ما بقلت شو أنت مين حيكي؟ أنا عرفت شغلي أنه ميرفا مثل داليدا، الفنينة داليدا، تخبري كيف؟ أنه داليدا ما بتفاضفد، ما بتحكي، ما بتفش خلقه، كتومة، وميرفا هيك؟ رح لك شي، هيك ومش هيك، بحبك كتير لداليدا بايدواء هده، انتخو غيمين، هناك شيء، يعني على العلن، هناك شيء أنا لا أحب أتحدث، بس مع أصحابي أو مع أهلي، لا أنا أحدا بيعبر، يعني ما بترك بقلبي، بس ممكن رح لك كيف بترك بقلبي، بترك بقلبي على فترة معينة، بس شو بيصير بهالفترة، بصير عبق 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 عبق، هنفت، بعدين بفقع، بكريجون كلهم، فهو الأثبت أنه الواحد ما يعب بقلبه، وخلص، اللي بحس فيه ضغر يقوله، لأنه بعض الوقت كتير بيصير في سوقتا فيهم عوقات بالحكة، أو بتصرفات، أو بأشياء الواحد بيبقى منه عينية، وهذا الكوميول إذا ما بتحكي فيها بيصير في كوميول، هيدا الكوميول بيود له أشياء تنكسر جواتك يعني، وما بتعود تتصلح، لما بدك تفشي خلقك، شو بتعمله؟ باكل، باكل، غير الأكل؟ بشتري، بدفع، مهم أصرف مصاري، كل شيء معي بالبوشات أو كل شيء معي، خلص، بدأ أدفعه، على شو ما كان، لديها خلصة من أنا وصغيرة، شي كثير بشي عندي، إن شاء الله ما حدا يكون مثلي، إنه إيه، فش خلق بالأكل بطريقة جنون، يعني بعمل كريزة بوليمية، للي ما بيعرفش عن بوليمية، يعني باكل كونتتة أكل خيالية، يعني ممكن أكل خمسة عشر ألف كالوريز بنهار واحد، بلا واعي، برجع بعدين بنضم، برجع بعدين بقول هيك هيك أكلت هتا كفة عليهم، بصيروا عشرين ألف وثلاثين ألف، وبيصير سارج الفيسيو هيك ها فترة معينة، بعدين ببلش زيد، ببلش من سايز ترتي سيك إلى ترتي إيه، بعدين ببوعة، بقول لا شو عملت ميرف لا، ستوب لهون وبس، وبعمل ستوب، برجع معان جديد، سبار، دايت إيسي، سبار، مين حبا بيكبل سبار؟ خالتي، الله يرحمها، هي كانت كثير صبار، أنا بحبه كثير، هي مثل أمي، و هي هي بفيه قولها، كانت معي رباني، يعني أنا فرنسا أصلاً كلها بالنسبة لقالي ما عندي غير سوفنيغ عن دخالتي يعني لأنه بس رجعنا على لبنان كل الأوقات اللي كنت روح فيهنا ع فرنسا كنت قاعد عندها دايماً وكل الأكتيفيتيز كنت أعملن معه يعني هايكينج بيسيكلات سكي ناتاسيون هي علامتني إصباح كن ما بعرف على علامتني الشك كن عمري ممكن تلات سنين فهيداً كنت أخذته مننا أنا كثير وهيكي يعني للأسف توفت من أقل من سنة شغلي كانت كثير سريعة وهيكي بتولشع وبتولشع لأنه هلأ أنا مثلاً عندي بعد أكيد بعد في ستة الله يطول بعمره يعني ومي كوزنز وخالي كل عائلة إما بفرنسا ولكنها مختلفة يعني صرت هلأ بقول أنه إذا بدي روح فيه شيء نكسر يعني إذا شتعتي له كثير 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 شتعت له وأكتر من هيك يعني اللي بزعل أكتر شيء هو أنه تتشوف الإنسان ما لازم يقفشل يعني أنا آخر ثلاث عام ما رحت ع فرنسا رحت ع باريس بس ما رحت نحنا كودازيور ما رحت ع الكودازيور لعنده كل سنة قول هلأ بدي روح هلأ بدي روح أجل أنه خلص أنت ما بتعرف قيمة معقول تخسر حدا بتحبه الإنسان دايماً بحس أنه بتصير مع غير وما بتصير معه سو بتصير تأجل بطول خلص ما عدي وقت ما موجودة هي إذا ما رحت هلأ برح الصيفية الصيفية أجلت هيك هيك قطع الوقت لحديد من بعد راس الثانية عملت حفلتي أنا ورجعت وفجأة وكانت كل يوم نحكي يعني عم تبعتلي فويسات وبعدتلي على الحفلة وقالتلي أم سو براود فيو وقالتلي حكي كتير حلوة فجأة فاتت على الأوبيتال معرفنا شو بزارة جامعتين توازلت بري فاست وانيكسبكتد يعني قلت لها عندها كانسر بري رير كانسر وما كنا عارفين وهون هيدا الشغلة بتتواجعك يمكن ناس تستغرب أنا عم بحكي عن خالتي مش عن أمي بس أنا في يقول إنه كانت يعني الحب يلي عندي إيلا إلا وقادة بشتقلة وقادة هيكي علاقة قريبة منا هي تقريبا مثل ماي مام سو أنا بالنسبة للي الوجع هو ذاته يعني بس الله يخليلي أهلي أكيد بس نوع هلا يرحمه شكرا في مرائلتي بهذه الفترة من وقتها ما توفيت له هلأ مني ياريت له بعضها موجودة لأنه I need her هلأ I need her هلأ أكيد دائما لأنه أنا كنت دائما أنبسط أنه يبعث لكل شي بعمله والحكي اللي بتحكيني هي كنت أنه شوى سوى براود بشي اللي عم بعمله وعم بقول لك ثلاثة سنين أنا مرحت وهي كنصر لا منا جاية عالي لبنان آخر مرة أجت عملت لنا فيزيت هي و جوز خالتي ومي كوزنز من عشر سنين فتخيل هي عشر سنين ما أجت على لبنان هلأ إجا جوز خالتي لعنة مع ماي كوزن هلأ فعيدا يعني أصعب شي ممكن واحد عم بيقطع فيه لأنه بتحس إنه مبسوطين فيهون كتير أكيد بس يا خلص عندك هيدا في شي ناقص وهالفترة الأجواء يعني وهالفترة اللي هي ممكن مردت فيها وكنا بعد مش عارفين وصدي سوفنيغ عم نرجع نقطع فيهون بس إنه الحقيقة بتكفى بالنياية هي إذا عم بتقشعنا عم تقشعني من فوق ما رح تكون مبسوطة إذا أنا عم ببكي عليا أو شي سو بدي هيها تكون دايما proud of me وهيدا الحقيقة ما بنعرف مين بروح قبل مين فالواحد بده يضال يشوف الأصص ببوزيتي فيتي كنت بتتمنى لو قلتي له شيء كنت بتمنى شوفها لأنه إلا دايما كنت بإلا دايما يعني كنت بتمنى كنت بتمنى الشغل وحيدة اللي بندما علي أني كيف أجلت كيف براسي أنه خلص هذا الإنسان موجود موجود That's why sometimes ناخد الناس for granted وهيدا درس كان كتير كبير لإلي لأنه بس تقطع بشغلي غير ما تسمع من العالم دايما منحس أنه نحنا That's why I'm not touchable مش ممكن تصبح فيها بتصبح مع الغير ومنصبح ناخد الأصصى حتى الناس ناخدها for granted زعلون يمكن لا أنا مع أنه اليوم واحد غلط بشي مع أنه يعتذر مع أنه ما يضيع وقته الحياة كتير 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 قصيرة وما بتحس فيها قد هي قصيرة إلا لما تبدأ خلص تكبر 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 يعني اليوم بتطلع أنا بقول لا مش معقول أوقات أصحابي بقولولي هيدا من 8 سنين مثلا أنا براسة من سنتين لا أصدقاتها 8 سنين It's scary فهي كل حقيقة درس بتعلمك دهلك عم تتعلم كل الوقت سالحي لي إذا غلطان أبشع شي عملته ميرفا بحياته أنه فاتت عدمان الفن مصبوط رح قللك بس رح صلح لك شغلي ما أنه أبشع شي لا لأنه أنا 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 أختيس يعني أنا خلقت آرتست والله أعطاني دية تالان طبعا أكيد أنت بكون عندك مثلها. وبتكون بتحب هذا الشغل بس بتتعملي عليها سو أنا كتير عشتغلتها حالي ما في شك بس خلقت آرتست ما بعض فعمل شي تاني بس هيدا الدومان كثير 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 بمحلات و كثير زعلني و كثير فوتني بموت سوينغس كثير فوتني بشوف الحياة بغير منظار وإذا بدي اليوم أرجع لورا ما بعرف يمكن كنت برجع بفوت بعيدة دومان بس مش بلبنان كان بدي أسأليك إذا بتندم أنه التالنت طبعيك عم بيروح عالفادي بلبنان آي عم بيروح عالفادي بلبنان بصراحة هيدا أول مرة بقوله هيدا البلد كثير حلو وأنا بموت بلبنان كنت هلأ مع حب يتغير كتير ما فيك تموت ببلد أنت أبسط حقوقك ما عندك إياها ببلد ما بيقدروك ببلد ما عندك استابيليتي ببلد ما بتعرف أي متى معقول يخدولك كل شيء أنت عملته كل الساكريفيسي اللي عملتها معقول يروحوا بنهار والتاني بلد ما بتعرف أي متى بصير انفجار أنت مش عارف حالك إذا رح تزمط منه أو لا بلد الناس بمحلات معينة ما بتعرف كيف تدي أولى فأنيوي توصل لمحال كان بلد كتير حلو وبس بطل مثل ما كان So it's a fact اليوم يعني نرجع عشر سنين لورا ما كنت بحكيك هذا الحكي أكيد لأنه كان عندي أمل كتير كبير فيه وكان عندي vision وحطيت تارجيت وتعبت بدي أوصل له وصلت لمرحلة حسات أنه عم بتعب على الفادي يعني مثل واحد عم بيركت بأرضه بمحلات معينة نظلمت بمحلات معينة ما أخد حق أي مضبوط لأني هون لو كنت ببلد عندك مجال أكتر بلد بقدروا التالنت أكتر بلد لدينا مشكلة كبيرة في لبنان أنه اللبناني ما بيساعد لبناني وهيدي للأسف كنت أسمعها قبل وشو عم بيحكوش أنه سي بابوس مش معقول يعني لا لمسته ومع على مدار السنين نعم بتأكد أكتر وأكتر أنه it's the truth نحنا قدمة فينا نخوزق ببعض مش عم بحكي عن حال أكيد لأنه أنا ما بيشبه هيدا شي نهائيا بس ما بريدوا الخير لأحدا بتشوف مثلا خلينا نحكي عن السورية المسين السورية كيف هن هيك مع بعضهم بيبقى ممثل ما بيحب التاني بس ما بيحكي عليه بالعاطل بالعكس بيحكي عليه كثير منيح وبيتفقوا كلهم مع بعضهم وكلهم بيعطوا أدوار مثلا أنا ما عندي اليوم وقت أخد دوران تب شو رأيك نعطي لفلان مثلا بيدقوا لبعض أنا اليوم عرضوا عليها الأد انتبه ما تخليوني تضحكوا عليك هيدا هو المبلغ يلي عم بيدفعوه أصص هيك وبيدعموا بعض برجع بغولا يعني نحنا هون ولا شي وما عنا ما عنا غير شركتان بلبنان بس ما عنا غير تو بروداكشن هاوس وهم زيتون اللي بيجيبون وما بيعطوا أدوار لحدا وفيه كليكات معينة فأي أكيد بندم إني ضيعت شوية شوية كتير بس إتس نفير تو ليت إتس نفير تو ليت يعني تفكري بالهجرة أو تسافري بره خلاص أنا بتمنى اليوم صراحة ما بقى ماني كتير بقى مبسوطة بالمحل اللي أنا فيه وكمان هيدا أول مرة بقولة عم كون كتير صريحة بكل شي عم بحكيه بس كمان ما رح كذب عليك هوني صار فيه شوية ضياع يعني ما نهيني اليوم كل حياتك يعني لو أنا فكرت بهذا الموضوع وقوات قلبي وحملت حالي وفلات وما فكرت متما كتفكر قبل من عشر السنين كانت يمكن بتكون أهيان بكثير من أنه أنت اليوم صار عندك خلاص عندك كل شي هون أنه بحمل حالي وفل صعبة ما رح تكون هاينا بس عم فكر فيها صعبة كرمال أهلك صعبة اعتبر انه أهلك رح يروحوا معيك ميرفا خلاص تغرب تسافر لك أهيان لما يكون عندك سابورت بصراحة صعبة لأنا وحدة إذا كان عندك سابورت ممكن يقدر يسافر معي أهلي أو أني سابورت تاني تحس حالك منك وحدك بتاخد القوة من أشخاص بتحبها وأشخاص بتوصق فيها وأشخاص تعرف أنه بدأ مصلحتك كتير كانت بتكون أهيان لألي بس ما رح ترجعت من السفر مرة حسب بوان وأي بلات من السفر لا أكيد لا بس أنه رح يكون ما رح يكون مشوار هاينا أبدا ما رح يكون طريق هاينا بتتصور أعتقد ذلك هلأ عم بحكي هيك هولي أفكار بعدهم براسي سألتني ما حبيت تكذب الموضوص وعم بقول شو عم بيقتي عراسي هالفترة ماني عارفة اكزاكلي وين كيف شو وليش بس إن شاء الله مين نقطة ضعفك بالحياة نيرفو أهلي وغير الوالد والوالدة عندي إغيكي كنقطة ضعفة خيلي صغير بحبه كتير مش معاني طب بحبه أكتر من جو بس لأنه أنا بكيكي لأنه قلت لك إن أصغر مني بتساس بقلو كيكي هلأ بجنة هالية إغيك بايلت طويل عاريد بايلت طويل عارفة بحبه لكيكي مرحباً أحباً أتبعط لك للمسجد الصغير هذا خيئ تعال لي كده من أحبك ونحن فخورين فيك بكل شيء عم تعمليه وإن شاء الله أنو سنتجي تكون فولة بروجيكت وأساس حلوة تكوني عم تعمليه وبذلك أنو حتى لو أنا من يعيش معكم بس بدل عم فكر فيكم بس بدل عم فكر فيكم لوفيو سو متش خيئ مرحباً أحباً أبكي أحباً أبكي أنا مؤثر بإتأثر لأنو ليك خيئ ما كتير بعبر أنا شخص كتير بعبر يعني قبل حكينا انه بترك بقلبي بس انا حدا كتير لدرجة اوقات شوي مزعجة يعني بعبر بكل شي بفكر فيه بس خيب عبري له على الكاميرا هو وصالك رسالة ردي له اياها شو بردي قل له يعني انه اكتر من انه بحبه كتير و بشتق له وراح يضال موكي كينو يعني بالنسبة لقلي لو قد ما كبر ما تزعل مني غيك شكرا شكرا ميرفا كنت عم تحكي انه قريك مثل البيبي طبعي هلا بدي اسأليك اسألي عن الحب بصرح اليوم ميرفا بتحب عندي حدا لا بحب مغرومة لا بس بحب بحب شكرا يعني يعني اليوم ميرفا بقدر اللي عقباليك او عقباليك او عقباليك اذا عباليك عقبالي اذا عبالي هيدا هي شوف انا بمشي عكس شوي الترديسيون اللي عندنا اياها الكولتوري اللي هي انه بالوطن العربي المعروف انه بس البنت تكبر شوي بلش تصير بالتوانيز و هيك لازم يصير عنده غولاسيون سيريوز تخطوب ترجع بعد انا لازم يصير في زواج تانعم العائلة و نجيبو ليد انا مفكر هيك انا مفكر انه وثلاثة وفي كتير عنا تمام وثلاثة بخلينا نقول نص تكون ماء ظلم ناس عندك 50 برسانت بيتجوزوا مش عن حب بيتجوزوا بس لانه لازم نجيبو ليد ونعم العائلة لانه اهلنا يعني كتير عم بيضغطوا علينا بهذا الموضوع سو بتصير دوواغ انا بالنسبة لقالي زواج ما بيجي دوواغ لانه الحقيقة كتير قصيرة انا لا بدي عيش بمحال انا ماني مبسوطة فيه لا بدي عيش بمحال ماني ماني مش عادة الشيء البدي ايه وكتير صعب انه تلاقي شريك في عندك عالم الحظ رفقة انه حبوا بعد وتجوزوا عندك عالم انا حبيت بس ما سيقبت انه الكاراكترز بيزبطوا ومع شفت حياتي اصلا يعني مع هالكم حدا يلي انا كنت ممكن يثير شيء سيريوس فبالنسبة لعلي منو منو موضوع لازم انا لانو عم بكبر خلص لازم جي بوليت لأ منو منو دوواغ ابدا ما بقلك انو ما بيقطع وقت براس الموضوع بسال حالي اسئلة انو هل رح اندم يوم او ما رح اندم يوم متل كل حدا بتصور بسال حاله اسئلة هن اللي جوّس بيقولوا يا ريتنا ما رجوزنا فبتصور ما حدا مبسوط من الاخر انو مقتنع ميني بالمية بالشي اللي هو فيه يقرأ النيفحن وميرفا على جدا؟ رجل قلت حكب بالحب ايه على الحب اكيد بس اقل من الفن يعني هيدا نكون مواضحين الحب اي اكيد كله انا خب قالولي انه ما في شاب وبنت يكونوا رفقة مع ميرفا البنت بده اتغار منه والشاب دايما بدي يكون بعلاقة معها مظبوط هذا شيء بس انا في شباب كتير كانت كمان انو محل معين مغرومة فيي وانا ما كانوا عني اللي اكتر منهم بس فرانس رجعت قلبت وبعدهم الى هلأ بعني عم تحكي من 15 سنة بعنا اصحاب وكتير اصحاب وبحبهم كتير بنات تعلمت شغلي انا كان عندي كتير اصحاب بنات لانو ما عندي اخوة بنات وما عندي كازنز بنات ما عندي حدا بنات بالعائلة اصلا دايما محوطة بي شباب وصوكين عندي كتير اصحاب بنات فكرون انو اعتبرو متل اخوتي يعني ستدي سور لقلي وعطيتون اكتر ما عطيت حالي وانتعانت جئت شوكي بصراحة جئت شوكي من الناس ما توقعت انو صاروا عائلة بالنسبة لقلي تتعمل هيك معي وتعلمت بعدنا وشفت والخبرة بالحياة بتفرجيك خاصة بدمان الفن يعني انو ما حدا ولا بنت بترد لك الخير يعني انو عم بحكي عن الحالة ولا بنت بترد ل الخير بس انو اكيد في لانو بس انو قليل كتير اما كان دلت قليل الاصحاب تعدينو على ايد واحدة ما مستحيل يقطعو هالخمسة يعني وما ما حق فيو اكيد عندي عندي فرينز هني كتير فيو بينعدو اكيد بحبوني وما في غيري بس انو كتير قليل يعني بالاجمال ما عندي بقاسقة بالبنات يعني ميرفا بعرف انك شخص كتير بيقسع على حاله يعني خاصة لما بديك تمثله تقسع على حالك كتير وخلص يعني بديك تعمليها يعني بديك تعمليها مبتع تبريك لحالي مزبوط ايه بس لها لقد تقسع على حالك لان انا حدا كتير بيعتلهام وما بعرف اذا هذا الشي خاصه بالانا فيرغو معروفين الفيرغوز انو كتير بيرفكسيونيست مع انو موجودة عند حدا اكيد معبول اني انا بيرفكس اكيد لا بس بجرب قد ما فيي بضلني اعتلهام بضلني ولا بدي اعمل احسان وبدي وجموتو خيتيك دايما يعني ماني حدا انا بشوف حالي دايما طب وما بغلط لا انا حدا بشوف اغلاطي وبحب صلحة لما يكون عندي بروجي بالشغل ما بمزح يعني انا بشغلي اذا عندي الشغل نووي اظهر نووي اصهر نووي حتى لو كان التصوير لتساي بعد اربعة ايام وفي بيرث دي حدا قبل ثلاثة ايام ما بخاطر اني اتعب هلأ خاصة انو سدبان اي نوع هلأ مثلا اذا فينا نحكي عن شيء اللي عم بعملو هلأ سوف نحكي حسنا ميرو شفيت تطوع لقيدك شو هو بوليت بروف انا بوليت بروف بس ليش لانو قطاع بدي سبشن كازا دي سبشن كازا دي سبشن كازا دي سبشن من الناس من الدومان من كل شي بالحياة انتبه مش عم بلعب دور الفيكتيم انا ابدا ابدا بس بتصور كل حدا هلأ رحي سمعني عم بحكي كل حدا بالدومان اللي انا فيه بديو يحس بديو يقول انو انو نحنا كمان نحنا كتار قطعنا بعشي بس انا بمحل معين لاني سنسيب الزيادة عن زوم أثر فييه وقلت لأ انا بوليت بروف ما بديشي بقي أثر فييه سو كتبت تطوع ايدي تا كل ما انسى ارجع تذكر شو نقس اليوم بحياته لاميرفا استابيليتي هلأ انت مخييك ما بتتخنقه على شيء إلا على الحيوانات صح انا وخيي وانا وامك كبان ايه مظبوط عندي كتير حيوانات ثانيا 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 انا دقيتلك ميرفا بتكون معي بالحلقة وقامت لأيامي بالبيت كلم وبسينات وكل شيء سيقبت لانو انت محب تحكي معي ايه عندي يا الله عندي باكو ريكو هو الكلبين ما بعرف شو تهيق لهم صار لهم سنة بيعملولي سينفونية على الناس اللي بحبوها يعني مثلا بس حدا يجي بحبوه ببلشوا عندهم عندهم صوت بيعملوه هن مع بعضهم يعني ناقص بس انا حتى الفيانو اقعد يعني نطلع بشي ميزيك لغنية جديدة مش معقول ويصير بركض وراهن وبسكتن و ايه حلوين الحيوانات بس صراحة انا شوي كتار صراحة يعني شوي كتار يعني كلهم ريسكو يا ريان يعني الناس حرفت انو انا بحب الحيوانات صار كل حدا ماشي حساتها لانو عنده شلتر او عنده أسوتيشيون بدي دويس بساين اليوم فتيت على الستيديو لا لا ما تخبرني بلس ما بقدر اعمل لا شيء لا لا ما في مطرع بلس دخلك رح زاليك سؤال بس بتجيبيني بصراحة قالوا لي انو ميرفا صاريت لحب الحيوانات اكتر من الانسان بصراحة ايه اف لانن بارئين لانن اه بصراحة انا بشوف بصراحة 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 نحن بالكامل بصراحة ترجعت من المستحيل تفكر بصراحة وعندما تكون أنت حابب هذه الشغلة وحطيتها في رأسك تجل عندك يعني كان آخر شي بفكر فيه أن ألعب دور فلما كالي في شيكاغو بي ميوزيكل يعني اللي هو حلم لإليه وبتصور هذا أكثر شي بحبه بالحياة يعني ما لغوز ما ما كثير عنا ما عنا هيد الكولتور إذا بدك بالوطن العربي بس خبرينا قدية صعبة أنه أنت وعم بتغني عم بتنطي يعني عم بتعملي كل الحركات وبعده صوت يكوزات ومع بتغير هيدا الشي اللي قالتو باميلا الكيك من كاميون بانتورجو عم فكرة بدي بوجهها لتحية وبدأ إليه بحبة كتير كلنا وضع إليه بحبة كتير لا بام بام رفيقة كتير كتير بام من الأصدقاء لإليل وأكيد طبعا في غير أسامة ما يزعلوا مني يلي أصحاب من زمان وبحبة من قلبي يعني بتمنى لها كل الخير وكتير مبسوطة لأنها شحيتها أكيد هيدا الشي كتير تنرجع لموضوعنا هيدا الشي كتير أكيد كتير صعب لأنه بدك إفوغ فيزيك يعني أنا علا من شهر عرفنا أنه عنا شيكاغو لليكاغو حسنا لحالة في أرى بعد ذلك شهرين لم أكن كتير كارديو الأحساب وهيكيه جهد دوري تلجي بلاشت براكت لبنان كله من جوني لبيروت بدك إفوغ فزيك بدك يكون عندك ليون معيني وأكيد بديك تكون عندك يعني دانس سكيلز و صوت حلو فكيف بدك تجمع هول أربع أصاس بشغلة واحدة من النهايين وخاصة أنا الدوري اللي إخدته كثير بيخد فوق فيزيك مني لأنه كثير فيه فليبس كثير فيه جيمناستيك إذا بدك هو دانس بس كمان حركات جيمناستيك وفي شيكاغو الدانس طبعنا تكنيكما صعبة لأنه باب فاصي يلي هو الكوريوغرافر تبع شيكاغو واللي ما بيعرف شيكاغو هي من أهم الميوزيكلز اللي هنعملت بتاريخ العالم الدانس طبعوه كتير للموفمان صوت خيبتي ببينه كتير هينين بس اني سوبر صعبين بالأول لتتعلمون فأخذ كتير جاهد مني أخذ كتير استخدام لأنه كمان أنت على مسرح سو أنت عندك ببليك لايف فبدنا نحنا نمشي مع الميوزيشنز يلي جيين الأوركستر من بره كله كلنا نسق مع بعض ونحنا مثل الدومينو يعني لا سمح الله حدا منا بغلاط يعني فمت كيف كلنا بنا نغلط من بعده لأنه فيه أوركستر ماشي معنا ما أنه أنه أنت على مسرح انسيت شيء اللي معك بخلصك أو بتعمل أمبروفيزيزيون أنه فينا نعمل أمبروفيزيزيون أكيد بس ما فيك تعمل أمبروفيزيزيون أنت وعا بتغني وترقص ما فيه أنا أغير لحن عزوقي يعني أو أفتح كوريغرافي هيك لأنه طلع بيلي لايف سواء للقصص اللي هيك بس الأدغنالين كتير كتير حلوة وأنا حدا كتير بحب الأدغنالين وبتصور أحلى أحساس بالعالم أنا بالنسبة لإلي هو تكون عم تقدم ميوزيكل والناس تشوف عم بتزقف وتشوف عم بتعمبت مبهورة بالشي اللي عم تحضروا بدا مينيك تطلع على الكاميرا بدا مينيك تطلع على الكاميرا وخبرنا أكتر أمتان و بس هيك حمسنا أكتر كنن روح نحضر شيكاغو أوكي سو رايان أنت أول واحد لازم تجي تحضرني بشيكاغو أنت ويور مام وأهلك هو شيكاغو راح يكون بـ 12, 13, 14 و 15 ديسمبر بي أو ويقول لكم عم تخسروا كثير لأنه راح تحضروا شي كثير سكريبت كثير سكريبت كثير سكريبت كوريغراحية بتعقيت يعني عندك لانسورس، لأكترز، للايتينغ، لساوند الموجود على ستاج وغير أن ميرفا في سينتيا كرام في سينتيا كرام في رايو الخوري في فؤاد يمين في ماتيو في يومنا في مبدئ انسى حقاً إلياس كل الدانسرز اللي هني كمان عم بيكونوا اكترز بهيد الميوزيكلز وكلنا عم نقدم شو كتير حلو فلازم تجوا تحضروا ورح تنبسطوا بالقصة لانو القصة كمان كتير بتذكرنا بالوضع يلي نحن فيه وبالحياة إن جانرال يعني قد لك وأنا اللي رحكونا عم بيزي أول نهار إمتان طوال يس بس تاعتيني يوم أو تاعتيني يوم أوكي كون حميس أكتر هلأ هو كل يوم حميس بس إنه دايماً هيك أحلى بكون ميرفا مظبوط أنه أنت الصغيرة كنت تسرق سيارة بيك يه أكيد خيي خبرك ياها كنت أسرق سيارة بيك بس بالنازلة شو كانت بتعملي كانت تدوره وحط عالآن لأنه هي كانت بنزلة دايما تكون مصفوفة وكره لأنه كانت بس دورها صوتها تعمل كنت بقام وقتها كنت بنسمع فكنت أسرق السيارة تباية وكماشنة بتعرف كيف كماشنة؟ كيف؟ حرقت له موتر السيارة فمرأ راح على الجبل كانوا بالجبل أهلي كلهم وقلت ياس يلا هيك ما قلي أنه قعد أعمل هايدي الحركات طبع أنه دورها وعادة وبروح وأخذت كل أصحابي وكان أيام وقتها تكسلي كان يبقى كتير كتير عجقة وهيك طبعا نزلنا وعام نكستر ومبسوطين وحطين ميزيك تعرف كن عمري شي ساز وقتها يمكن بالنسبة لك أنه أول شي تسوق شي كتير كني ثاني شي تسرق السيارة أهلك بعد شي أقوى ثالي شي تقطع تاخد كل أصحابك على طريقك حتى لو ما بيسعب السيارة شي بعد أقوى وأقوى لذلك وصلنا هيك على الكسليك ما انتبهت ما بفهم أصلا أنا بشي يعني على التابلو أبعمال الإيجوي تبع هيدا محل الحرارة كانت على الآخر كثير عالية فأنا وعبسوق ما بلاقي غير دخني عم تطلع من قدام دخني تطلع عقلة شو هيدا شي يلي عم شوفه ضغري وقفت السيارة ونزلت خفت وركضوا ناس وفتحنا وطلعت حرق الموتر ماذا أريد أن أقوم بعمل ألو هاي باب لا تعصب علي وما تصرخ علي بس أنا بموقف كثير منو حلو وشو ما بدك متع تلهم أنا رح زبطها من عندي للموضوع بس الموتر السيارة محروق لا كيف سرقت لك السيارة وانا بالكسليك وحلانة عدد لا أعلم شو بدي أعمل وشو عمل فيك؟ باية ما عمل شي بس إما باية حرام عن شهاد باية ما بحيته كل شي فداكة وكل شي بأسر بس يمكن إما بوقتها قصصتني ما بتذكر ما بعرف يعني أنه أنه رجعت عالبيت من كثير مبسوطة يعني قطعت بهيك كام يوم كانوا قسيين علي ودايما لما تشرت ياب شو بتنسي فيهم؟ إتيكات كمان أخلص هولي خيم خبرك إياهم إتيكات تنسي الإتيكات؟ مرة مرة كانت بدايت أنا وشخص معرفة عليه ومهضوم كثير ومبسوطة معه شارية فسطان جديد ورحنا لنصهر وهكي عم برقص وكذا هو حدي ثلاث ناسية الإتيكات تبع الفسطان وهلقد الإتيكات يعني كان فيه ما يبين يعني ما بعرف هالقد هني كمان عملوا إتيكاتات أصغر بركة فيه ناس مثل بتنسى فهو جاء هيك الشيلو ألم يرفع بتصور ناسي الشي ومع السعر ومع كل شي فاستحات كثير ما بتذكر صراحة ما بعرف ما ضروري نأى ما عدى هالعقدة يعني في هيكو هيك بس بوقت الفسطان لنجبتم هالذوق ما بتذكرون بس بي بتذكر انو كتير استحات وصرت أنه كنت أشعر جداً مع حمارات وخضرات وليس لا أعرف كيف أقول ميرفا، خلصت الحلقة، بينتنا حبيتي كيف كانت؟ خلاص، ما أقفى، تبلي جميلة كانت كثيراً، أنت شخص كثيراً مهدوم وكل السكسي الذي وصلت له بسداهل ومن قلبي بلا كياناً، لا تتغير لا تتغير، قوعة خليك دحكتك طيوبة، وأنت مبين شخص كثيراً جميلة ودو ومنة أخدت الطريق الحلو الذي تدوي على الفنان الإنساني على الفنان الأشياء التي لا يسترجعها إلا لا يكون قاعد معك لأن هذا الأد يرتاح الواحد ولكن يكون قاعد معك ما رحت على الكوتيل، بدك تطلع السكوب البشع حتى تقدر تجيب رايتنج الحمد لله عب تجيب رايتنج بلا ما تفوت بهالقصة وخليك مثل ما أنت رايانو أرغبك كل ما بك شكراً لك شكراً لك على وقتك وعلى الانترشيو شكراً لك